البنات تعبت يعني كل ما تفتح أي حاجة في أي وقت الإخيانة سي بي خلي عندي الكرامة ابعدي فاللي هو أنت اللي خلاك تحس إننا تدي نصايح للبنات يعني اللي خلاك تحس إننا تدي نصايح للبنات يعني هل ده تجربة شخصية أنت موجوعة في حتة معينة فحابت تطلع تتكلمي تقولي للناس وملكوش دعوا بشكلي أنا واحدة تانية عشان تصدقوني يعني توصل الرسالة صح مثلا يعني هو فيه جزء إن تيتا بطا مدياني مصدقية ومدياني قبول من غير معمله يعني الفلتر ده أو الست دي بوضعها ده مديها قبول وإنك أنت فتحة قلبك تسمعيها فبالتالي لو عايزة تقول نصيحة للبنت حتقبلها حتحستها أن هي طبطبة وطريقتك حلوة وطريقتها طريقة جدتي هي جدتي وكان جدتي يسمعها بطا الله يرحمها وأنا كنت مرتبطة طبيعة جدا طيب عشان كده وأنا دايماً أقولوا ما أنا عندي شيخوخة في قلبي كده أنا بحب الناس الكبار وبحب أقعد طول عمري مع الناس الكبار وأحب أقعد مع الجدود ولو رايحة بيت فيه ناس كبار وصحابك كنت بقعد مع أهالي صحابي يعني أنا بحب السن ده وأحب أسمعه قوي من هنا جاتلي شوية الخبرات البسيطة اللي عند تيتا بطتي لما بتيجي تكلم البنات هي الست دي هدفها مع الطيار اللي رايح في فكرة خراب البيوت والطيار الثاني اللي رايح في سكة طاتي راسك وخدي على دماغك هي مع فكرة عمار البيوت بطريقة أمهاتنا وجداتنا اللي هي الست كتليها كتليها إيمة وليها احترام في بيتها بس في نفس الوقت ما كانتش متجبرة ولا متسلطة وكتواخدها حقها بس كان بتدي يعني كتعملة بالانس عشان كده احنا يعني بصي البرنامجنا ده هو ده البالانس برضو احنا لا ضد الرجالة ولا ضد الستات احنا هنا فيه حققنا مع البيت ست وراجل اتنين مع بعض بيبنوا بيت احنا مع البنا مش مع الهد فيعني القيم الحلوة اللي تيتا بطة بتقولها والقيم الحلوة اللي جددنا وأهلينا ربونا عليها الستر والعفة والاستقرار والمودة والرحمة فيعني احنا بنحاول عارفة انت بيتحاربي في طيارين واحدة ضد الرجالة والناس ضد الرجالة والناس تانية انزلي تحت الجزمة ومساح الجزمة وطاتي وعملي عجين الفلاح حاجة يعني صعبة قوي هي مفروض طالعة تقول انه مش ده ولا ده ولا ده هي بالزبط باللفز اللي قلتها ايمان هي تيتا بطة دايما نقول هي مع عمار البيوت راجل أو ست وتقول للستة خلي بالك على جوزك ما تبقيش ستة نكادية لها فيديو بتقولها اديله النكاد مش زي السبيرين كل يوم خليه زي الانتبيوتك عند اللزوم هنقف عند الانتبيوتك عند اللزوم ترجمة نانسي قنعاتي